رفض نتائج لجنة الخبراء النيابية لاختيار عضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتجديد المطالب بتغيير قانونها هو ما دعا إليه المتظاهرون الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد إضافة إلى الإسراع بالإصلاحات السياسية والحكومية بعيدا عن مبدأ المخاصصة الطائفية والحزبية ستة من المجموعة التسعة هم نفسهم راح يعادون إلى مفوضية ونحن ضد هذا المبدأ نهائيا نتمنى أنه يكون الصف الثاني الصف الثالث تظهر وجوه للعراق ولود يعني به شخصيات وطنية محترمة بإمكانيات بكفاءات نطلب أنه تكون شخصيات مستقلة بعيدا عن التكتلات والكتل السياسية والأحزاب المؤتلفة للماغ للسلطة محاربة الفساد المالي والإداري وملاحقة المتورطين به والمتسببين بهدر المال العام مهما كانت انتماءاتهم مطالب أخرى دعا إليها المتظاهرون القضاء على الفساد والمفسدين لا يزال في الحكومة العراقية موجودين منهم أهل الفساد وبؤر الفساد وحيثان الفساد على رئيس مجلس الوزراء وعلى المرلمان بالصفة كسلطة شريعية عليه اليوم أن يحاسب المفسدين وأكد المتظاهرون على استمرارهم بالتظاهر في ساحة التحرير من كل يوم جمعة إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم من قبل مجلس النواب والحكومة استجابة بس استجابة مو قوية استجابة يعني ضعيفة مثل مدهول هناك ناس مصرين على المفسدين يعني هم مفاسدين ومصرين على أمر ما تتساكدين عادي بس يبدي يعني من الناس الخيرة اللي تبدي إن شاء الله بالأصلاح تبدي إن شاء الله تبدي شوية شوية تدريجيا وكانت التظاهرات قد جرت وسط أجواء أمنية مشددة تمثلت بقطع الطرق وجسور مؤدية إلى المنطقة الخضراء وتأمين مداخل ساحة التحرير لحماية المتظاهرين من أي استهداف محمود فواد الحرة بغداد